بالتزامن مع إغلاق قسم اللغة العربية وأقسام أخرى احتفى الحوثيون بتخرج الدفعة الأولى من طلاب قسم اللغة الفارسية بجامعة صنعاه تناقض ليس غريبا على ميليشيا التناقضات وإن كان الأمر الأشد غرابة بالنسبة لكثيرين التسارع الحوثي على منحدر السقوط نحو إثبات التبعية الكاملة لملالي طهران بالنسبة لليمنيين لا توجد مشكلة في تعلم لغات جديدة مع بقاء أولوية اللغات العربية ومكانتها لكن المشكلة تتكمن في الإصرار الحوثي على جعل الأولوية لإيران أهدافا ولغة ومعتقدات وتلك حقيقة تكشف عنها المضامين مثل ما تكشف عنها الشعارات وعلى سبيل المثال فالدفعة التي أعلن الحوثيون تخرجها من قسم اللغة الفارسية حملت اسم المجرم قاسم سليماني وللتسمية دلالات لا تخفى على المواطن البسيط فضلا عن المراقب المدرك لخفاية التبعية الحوثية لإيران وتنفيذها الحرفي لمخطط طهران حرف بوصلة التعليم الجامعي والمدرسي وجعل قم وطهران قبلة المناهج واعتبار مجرميها نماذج يتطلع نحوها الطلاب والخريجون امتهاكات ضمن آلاف الانتهاكات التي طالت التعليم وهو مجال تضعه إيران في قلب مخططها إدراكا منها أن طلاب المدارس والجامعات اليوم هم من سيصنعون مستقبل الغد وتلك حقيقة توجب التساؤل للمرة الألف عن واقع التعليم على ضفة الجمهورية حيث الأجيال الناجية من جحيم السيطرة الميليشاوية تستحق تعليما يعزز لديها الثوابت الوطنية فمن غير المعقول ولا المقبول أن تستثمر الميليشيا الإذاعة المدرسية ومنهج الدراسة وحصصها لتفخخ العقول بألغام الأفكار الإيرانية وأن تستمر الدراسة في مناطق الشرعية إسقاطا للواجب دون خطة وقاية وحماية وتأصيل للثوابت الوطنية كما أن خريجي الثانوية يستحقون أن يجد أمامهم كليات وجامعات تستوعب أعدادهم المتزايدة ورغباتهم الأكاديمية المتنوعة وكل ذلك جزء من مسار فكري في معركة شاملة يعتمد نصرها النهائي على حسم مسارها العسكري حيث منطق الفكر والسياسة والحرب لا بد من صنعاء إن أراد العرب كسب معركة الوجود والبقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر